اشتركوا في القناة وأولوية من قبل الحكومة خصوصا منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قطاع تم التفريط فيه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك استغلال فعلي وواقع لما تسخر به البلاد من إمكانيات حتى وصلنا إلى استيراد العديد من المواد المصنعة ونصف المصنعة على الرغم من أن المادة الخام موجودة في الجزائر اليوم نتحدث عن قطاع المناجم الذي يعتبر في المرحلة المقبية صمام أمان إضافي إلى جانب قطاع الطاقة لاستقطاب مداخيل إضافية وتوظيفها في أشياء أخرى ضيفنا اليوم هو وزير المناجم سيد محمد عرقاب سيد الوزير مرحبا بك شكرا لك على تلبية دعوة شرق نيوس شكرا جزيلا شكرا على هذه الاستضافة في هذا المجال الإعلامي الاقتصادي المهم لكي نتطرق إلى انشغالات قطاع المناجم إن شاء الله مرحبا بكامرة ثانية كما يسعدنا أيضا أن أرحب بطلبة الجامعيين الذين يشاركون في العدد الثاني من برنامج اقتصاد البلاد وهم طلبا من كلية علوم الأرض بجامعة هواري بومديان للعلوم والتكنولوجيا بابزور بالعاصمة مرحبا بكم على أن تكون لكم أيضا مساهمة من خلال طرح أسئلتكم على السيد الوزير قبل أن نبدأ هذا النقاش نتوقف عند هذا التقرير التمهدي للزميل شمس دين عسي ثم نحوط القطاع الأكثر صنعا للحدث على مستوى الساحة الاقتصادية هذه الأيام أصبح الحديث عن الثروة المنجمية التي تملكها الجزائر يلقى اهتماما متزايدا من أعلى سلطة في البلاد إلى الخبراء والمهتمين بهذا المجال الحيوي الواسع بعدما تأخرت الحكومات السابقة سنين عددا في معالجة بلف الثروة الهائلة وظل اسم المناجم تتقذفه الوزارات الكبرى مرة كقطاع تابع لوزارة الطاقة وطارة كتابع ثاني لوزارة الصناعة وهو ما جعل وضع استراتيجية شاملة لتطويره أمرا بالغة الصعوبة حسب الخبراء اليوم وبعد أن أصبحت المناجم وزارة كاملة الصلاحيات بدأت المشاريع تتضح تدريجيا وافتتحت الوراشات الكبرى في محاولة لإحداث ثورة حقيقية في هذا القطاع يقودها فتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتنقيب عن الذهب في ولايتي تمراص وإليزي ومن ثم بيعه للدولة ويكون الاستغلال في شكله الحرافية إضافة إلى التركيز على مناجم الفوسفات وتحويل الجزائر لبلد مصدر ينافس بقوة في السوق العالمية إذا ما تم تجزيد مشروع مركب إنتاج هذه المادة على الأرض بولاية تبسة وتعزيز مناجم الرخام والغرانيت ومناجم الزنك أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد الضخمة وهذا كله يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتسعى الحكومة إلى البدء في استغلال ثروات الهائلة للحديث في منجم غارج بلاد بولاية تندوف بأي طريقة كانت رغم تكاريف الاستثمار المرتفعة وتخوض وزارة المناجم تحدي غير مسبوق لاستخراج المعادن النادرة وهي معادن مرتفعة السعر في البرصات الدولية الهدف واضح إذن لوضع ثروات منجمية كمصدر قوي لمداخل البلاد بالعملة الصعبة خلال فترة زمنية أقل وهي مهمة لن تكون سهلة أبدا حسب الخبراء مرحبا بكم جددا إذن تبعنا هذا التقرير لزميل شمس الدين عسي واستعرض فيه التقات وقدرات قطاع المناجم نبدأ هذا النقاش مع سيد الوزير محمد عرقاب قطاع المناجم تارة يرفق بقطاع الطاقة ثم في مرات شفناه يكون وزارة مستقلة تقييم المبدأ لوضعية القطاع خلال السنوات الأخيرة وخصوصا أيضا في هذا السنة الأخيرة منذ تنصيب الحكومة في بداية العمل 2020 كما تعلمون القطاع المناجم تم استحداثه في شهر جوان الماضي من قبل رئيس الجمهورية كوزارة بحد ذاتها الهدف من وراء ذلك هو تطوير هذا المجال المنجمي اللي يبقى دائما متأخر منذ سنوات ماضية متأخر في توفير هذه المواد المعدنية التي تشكل المواد الأساسية الأولية للصناعات التحويلية في بلادنا هذا التأخير كان كبير في بعض المواد الهامة اللي الآن نستوردها من الخارج ونجلبها من الخارج اللي الفاتورة وصلت إلى غاية السنة هذه 2019 سنة الماضية تقارب مليار دولار كمثل بسيط يعني الأحجار مثل مثل الجرانيت والمرب وصل إلى خمسمائة ألف طن من أحجار نستوردها من الخارج وإحنا بلدنا تسخر من أكثر من عشرين منجم في هذه المادة فقط غير مستغلة فلهذا تم استحداث هذه الوزارة الجديدة لتقوم بتطوير المجال المنجمي في جميع مراحله من مرحلة الاكتشاف والبحث والاكتشاف مرحلة الاستغلال وكذلك مرحلة التأهيل الصناعي فكل هذه المراحل الآن تقوم بها وزارة المناجم لإنشاء وتكوين مواد أولية للصناعات التحويلية من خلال أكثر من عدة مناجم موجودة الآن ومناجم رح يكون إن شاء الله في طور الإنجاز في القريب العاجل لأن اقتصادنا يحتاج كثير من هذه المواد الأولية وضعنا في البداية منذ نشأة هذه الوزارة خطة طريق أولية على أربع مراحل أربع محاور المحور الأول في خطة الطريق هو إعادة النظر في القانون المنجمي 14.05 لأن الانطلاق الحقيقي تكون من هذا القانون المنجمي الذي ينظم كل العمليات في ربوع الوطن وشفنا من خلال دراستنا معمقة من الخبراء الجزائريين الموجودين في الجزائر وخارج الجزائر أن هذا هو العائق الأول لخل الاستثمار في هذا المجال يعني ضئيل جدا نعم سنعود للقانون الحديث فيما بعد نحكي لك على ثلاث محاور فقط ونتوقف المحور الثاني في خطة الطريق هو إعادة بحث النشاط المنجمي المتواجد من إدخال تكنولوجيات جديدة واستغلال أنجع للمكامن الموجودة النقطة الثالثة هو الخرائط الجيولوجية يعني البيانات المدققة لازم نتمكن منها من خلال استعمال كذلك الجيوفيزيا والمنقولة جوا وكذلك يعني في إنشاء وتحيين خرائط المنجمية النقطة الرابعة وهي أكثر كذلك لا تقل أهمية وهي العنصر البشري تأهيل العنصر البشري تحديث كذلك تكوين العنصر البشري إدخال المهندسين الجدد وكذلك المهندسين المتكونين والعنصر البشري التقني المتكون من البحث للاستكشاف والاستغلال مجال المنجمي هذه الخطة الطريقة الأولية لابدنا فيها في القطرة سيد الوزير تحدثت عن التحيين أو تحديث الخريطة المنجمية هل فيه أرقام تقريبية لحجم الاحتياطات في الكثير من المعادن على الأقل متحدثوا على الرخام متحدثوا على الفوسفات والقرانيت إذا كان فيه أرقام تقترب من الموجود في باطل الأرض في عمل جبار وكثير تقني تقوم به الآن مصلحة الجيولوجيا الجزائية لازقا هي الوكالة الوطنية للمصالح الجيولوجية لازقا تابعة لقطاع المناجم الآن قامت بتحيين الآن الخرائط ووضعنا خطة لكي نروح الآن لاستعمال تكنولوجيات الجديدة بالتعاون مع الوزارة الدفاع الآن نرى في إطار تحضير هذا الملف ورح نكون في الميدان في 2021 من خلال العمليات اللي رح نقوم بها في الميدان تحيين خرائط الآن لحد الآن عنا خرائط جيولوجيا آخر تحيين كان نهاية سنة 2020 وجبت لكم بعض العينات من هذه الأعمال اللي تقوم بها هذه الوكالة من خرائط بالنسبة لكما رأيكم تحيين معادن الموجودة في الجزائر تلقى خرائط محينة فيها وكل المعادن الموجودة في الجزائر لكن حبينا ندقوا في هذه العملية لأنها هي من لبنا من لبنات اللي رح تخلي الاستثمار يطور في بلادنا بالنسبة لسؤال بتريح منه ما فيش أرقام لا فيه أرقام بالنسبة لنا إذا تكلمنا عن الفوسفات الفوسفات كمخزون جزائري يفوت ثنين ملايير طن من الفوسفات الحديد الحديد كل أنا أكتب لك على كل التراب الوطني يفوت ثلاث ملايير طن في غارج بلاد فقط في غارج بلاد المرحلة الأولى من غارج بلاد اللي الآن نرى نحضره فيه دفتر شروط للمناقصة واحد فصل ستة مليار طن كمخزون في غارج بلاد فقط لكن المخزون الوطني يفوق ثلاث مليار طن من الحديد معدن الزنك والبلون يعني ورصاص يفوت سبعين مليون طن كمخزون وطني هذا من أهم المعادن كذلك الذهب الذهب 124 طن من الذهب هذا المخزون اللي تحصلنا عليه حتى الآن يعني المكتشف لي حتى الآن لكن الاكتشافات متواصلة وعندنا الآن نشاهد أن الخبراء حصلوا على اكتشافات أخرى اللي رح تضاعف المخزون من الذهب والعملية على اكتشاف متواصلة نعم سيد الوزير الرئيس جمهوري أيضا تحدث عن ما يسمى بالمعادن النادرة وتعرف التنافس الموجود بين القوى العظمى خصوصا المصنعة في بعض الصناعات الحساسة ما هي الأنواع الأكثر طلبا في السوق الدولي وموجودة في الجزائر نحن ركزنا على الصحيح بلادنا الحمد لله تسخر بكثير من المعادن ومن بينها المعادن النادرة نحن ركزنا كثير على المعادن اللي رح تدخل في الصناعات مباشرة وعندها قيمة إضافية عالية فمن بين الأعمال اللي قمنا بها في تحيين الخرائط الخرائط المعادن النادرة وركزنا في المرحلة الأولى وقعنا 26 مشروع ما بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث المنجمية الوارجيام ولانام الوكالة وقعوا الخميس الماضي على 26 مشروع يعني مشروع عملي في الميدان اللي استكشاف البحث واستكشاف المعادن الجديدة من بينها المعادن النادرة وركزنا كثير على الليتيوم وعلى البيغيليوم وعلى بعض المعادن الأخرى الموجودة يعني عنا لزنديس عنا مؤشرات مؤكدة في بلادنا اللي رح تعيد بالمنفعة لماذا الليتيوم؟ الليتيوم هو معدن أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية وعدة استعمالات في التكنولوجيات الحديثة وعندنا مؤشرات كثيرة بموجود هذه المادة في مناطق الهضاب العليا وجنوبنا الكبير من بشار، البيض، النعامة، تامنراسة، إليزي، بورقلا، أدرار كل هذه المناطق عندها مؤشرات من المعادن النادرة الكثيرة والمتنوعة لنقوم الآن الباحثين تعنا بكذلك مساعدة الباحثين وزارة التعليم العالي، باحثينا من المخابر وزارة التعليم العالي وكذلك عندنا اتفاقية تعاون في هذا الميدان رح يكونوا في الميدان قريبا لكي نوصلوا أن هذا المؤشر اللي موجود الآن مؤشر رح نوصلوه إن شاء الله إلى مكمن يعني من درجة مؤشر هو أنانديس رح يولينا أنجيزمان فهذا العملية مهمة جداً وأكد عليها سيد رئيس الجمهورية فيه الالتزامات وتاعه لأن نستحدث مواد جديدة للاستعمال الصناعي في بلادنا والاستغلال رح يكون عن طريق فتح مناقصة ولا رح يكون حكر على القطاع عمومي شركة عمومية لا أنا عليها بديت لك في النقطة الأولى هو فتح المجال المنجمي القانون المنجمي 14.05 لآن فيه بعض العوائق ليخليش فتح المجال المنجمي حنا الآن أنهينا المسودة الأولى من هذه التعديلات اللازمة إدخالها في القانون الحالي لكي يصبح أكثر جاذبية للاستثمار ما رح يبقى الاستغلال أنا نقولها لك ما رح يبقى الاستغلال والحتى الاستكشاف والاستغلال ما يبقاش حكر على المؤسسات الوطنية لأننا محتاجين كل القوى الوطنية من قطاع عام وقطاع خاص للنهوض بهذا النشاط المنجمي لأن في مكام صغيرة أحجام صغيرة لازم لها مؤسسات حسب هذه الأحجام وفي مكام كبيرة لازم لها وسائل تكنولوجيات كثيرة وحديثة تطلب كذلك مؤسسات بهذا الحجم وبالتالي هنا إشارة إلى شركاء أجانب شركاء أجانب لازم تكنولوجيا الآن ميش حكر على دولة واحدة لأن التكنولوجيا هي عالمية وموتودة على مستوى العالمي وإحنا لازم نوضع هذا الدفتر الشروط لنختار التكنولوجيا لنبحث عليها للناجعة الاقتصادية في بلادنا ومن ذلك الشراكة أفهم نكلمك سيد الوزير أن الموارد النادرة والمعادن النادرة وتعرف فيها تنافس محموم نشوفه النيجر مثلا فيه دولة اليورانيوم رهي مستحوذة عليه في هذه الدولة هل فيه نية أن تصدر في القطاع هذه الموارد النادرة ولا حكرا ستكون للنهض بالصناعة الوطنية إحنا هدفنا هو تغطية الحاجيات الوطنية من مواد الأولية هذه أولا لأننا نرى بعيد كثير على تغطية الطلب الوطني من المواد المعدنية نطيق فكرة فقط الطلب المعدن الوحيد الآن نحن معدن ثاني في اثنين معدن من الحديد والفوسفات هدو الوحيدين اللي نكتفيوا بهم الصناعة الوطنية وحتى الآن يعني بعض كثير من الصناعة تصبح تحويلية في الحديد أصبحنا منجمناش نغطيوها تماما لأنه رح يصبح الطلب قريبا 12 مليون طن سنويا على مادة الحديد لازم استحداث مكاما جديدة لهذا منجم الغارج بلاد مهم جدا ليجي يغطي الحاجيات الوطنية نفس الشي بنسبة المعادن النادرة ما فيش تصدير بمعادن النادرة لا معادن النادرة عندنا احتياجات وطنية أكيد من استحداث صناعات تحويلية اللي تقوم بها الآن وزارة الصناعة في إطار هذا المخطط لوضعته لإنشاء صناعات تحويلية كثيرة في عدة مجالات صناعية الزراعية في بعض المجالات وكذلك المجال المنجمي اللي احنا لازم نكون سباقين في توفير هذه المواد الأولية لكن احنا نستهدف السوق العالمية لأن عندما نبحث على شريك تكنولوجيا تكنولوجي أن تكنولوج يكون معانا في تطوير هذه المواد لأننا ما عندناش تكنولوجيات في هذا المدنة لا نبحث على شريك جزائريين الحمد لله عندنا خبراء عندنا مهندسين عندنا باحثين عندنا خبراء في الدرجات العليا في الجزائر وهنا وفي الخارج نرى أننا في تعاقد معهم وفي تعاون معهم لكن التكنولوجيات الحديثة محتاجينها لتطوير معادن نعم التقليدية والمعادن الندرة فلهذا يعني البحث على تكنولوج لازم احنا نعرف كيف نبحث على تكنولوج من خطر في إطار دفتر شروط من خطر تحديد الأهداف لنصبوا إليها لصناعة ناجحة في شركة سيد الوزير معينة حابين تتعاملوا معها ولا تخلوا الأمر مفتوح للمناقصة ولا نحب أن نتحدث على شركات لأن التكنولوجيات متمكنة عبر العالم ونحن نبحث الآن على المصالح الوطنية مصالح النهوض بهذا القطاع في إطار منظم والهدف من وراء ذلك خلق الثروة وخلق مناصب شغل لأن الآن هذا القطاع هذا القطاع بالذات قطاع المناجم هو قطاع يستعمل المناصب كثيرة يدعملها كثيرة مؤهلة وغير مؤهلة فلهذا في خلق الثروة وخلق المواد الأولية استحداث هذا المكامن اللي لازم نقوم بها بسرعة في فترة 2021-2023 رح تعطي فرص عديدة لشبابنا خريجي جميعات خريجي معاهد تكوين لتقديرات لعدد مناصب الشغل المحتملة في قطاع المناجم نحن إن شاء الله يعني في التقدير تعنا حتى نفوت عندنا معتك مثل فقط لتقدير في استغلال غارج بلاد غارج بلاد في الفترة في فترة المشروع رح يوظف أكثر من ثلث ألاث عامل في المشروع فقط في فترة المشروع في تكوين هذا العمل ومن بعد في الاستغلال أكيد رح يبقى العدد رح يتقلص إلى ألف عامل رح يقوموا بتشغيل هذا نعم سنتي الحديث عن كل هذا بشيء من التفصيل قبل أن نوصل هذا النقاش نذهب لفقرة الأرقام تتكلم أهلا بكم جددا فقرة الأرقام تتكلم سنستعرض فيها بعض الإحسائيات والأرقام متعلقة بقطاع المناجم في الجزائر والعالم إذا نبدأ باحتياطات المناجم التي حيث تقدر احتياطات الفوسفات في الجزائر بأكثر من 2 مليار طن أما احتياطات الحديد فهي تتجاوز 3 مليارات طن دائما نتحدث عن الجزائر بينما توجد عشرة الملايين من الأمتار المكعبة تشكل احتياطات الرخام إذن كما نتابع قلت احتياطات الحديد تتجاوز 3 مليارات طن فيما توجد العشرات من الملايين من الأمتار المكعبة تشكل احتياطات الرخام رغم هذه الاحتياطات الضخمة إلا أن الجزائر في السنوات الأخيرة تحولت إلى مستورد للأسمد الفوسفاتي على سبيل المثال بأكثر من 300 ألف طن وهي تستورد الرخام أيضاً بنحو 500 مليون دولار خلال سنة 2019 على سبيل المثال استراد الحديد أيضاً وصل في بعض السنوات لأكثر من 9 مليارات دولار إذن نواصل الحديث عن الأرقام في مجال الذهب يقدر الاحتياط الاستراتيجي لدى بنك الجزائر بدحو 174 طن في القرى الإفريقية هناك أربع دول تتصدر قائمة دول منتجة للذهب نجد غانا في المرتبة الأولى بـ 158 طن السودان بـ 117 طن وهي التي قلت دولة أيضاً فيها غنية في جنوب إفريقيا أيضاً بـ 117 طن وهي التي كانت في المرتبة الأولى وثم نجد دولة مالي الرابعة بـ 49 طن أما على المستوى العالمي تحتل الصين المرتبة الأولى في إنتاج الذهب بـ 455 طن سنوياً ثم أستراليا ثانياً بـ 270 طن ثم نجد أيضاً دولة روسيا ثالثة بـ 250 طن ثم الولايات المتحدة الأمريكية رابعة بـ 209 طن تحدثنا قبل قليل عن المعادن نادرة وهي حرب مشتعلة وتنافس محموم بين الدول العظمى المعادن نادرة ومصطلح لم يكن متداول في الجزائر وصار منتشر في الفترة الماضية عالمياً تقود الصين هذه الصناعة بحجم احتياطات بـ 93 من المئة إلى التصنيع هذه الصناعة تكلف الكثير خاصة على مستوى الأذرار البيئية لكن لها عائدات ضخمة تقدر بـ 10 المليارات من الدولارات سنوياً في وقت سابق لوحة الصين بسلاح المعادن النادرة في وجه المصانع الأمريكية في الجزائر تضم الأراضي الجزائر نحو 17 معدن نادراً يدخل في صناعة التكنولوجيات الفائقة إذن كانت هذه أبرز الأرقام والإحسائيات متعلقة بقطاع المناجم نواصل للنقاش بعد فقرة الاقتصاد والمواطن المنطقة والسائر للبلاد يعني الوطن سائر الوطن سيعود بمنفعة كبيرة كبيرة جداً على الاقتصاد يعني ممكن تفوق حتى البترول سمعنا بالله الأنباء هذه تا استغلال المناجم بالنسبة للجزائر والتحول من الطاقة البترولية للطاقة المناجمية نرى بأنه إذا كان تم هذا الأمر يعني واستغل الاستغلال جد وفا جد و جدي يعني جد جدي كنمشون النتائج جد وإيجابية وراح يولي باقتصاد على الاقتصاد الوطني بكل خير إن شاء الله بالنسبة لجزائر عامة معنتها إذا استغلنا هالي القطاع استغلال تام ومية في الميلة موش 99% مية في الميلة يتم الاستغلال تاع بطريقة نظامية راح يعود بالنفع بطبيعة الحال على الجزائر كلها حيث عندها تراوات بطينية المطلوب من الجهات المكلفة ودوي الأختصاص باش تنظر في هاد المجال وزيد تعطي دفع يعني الهدية من الاقتصاد الوطني سواء كانت في الشرق ولا في الغرب في الشيء في الصحراء المهم من الجزائر تستغل بأقصى درجة المناجم اللي هي القاعدة نتع الصناعة ونتع الفلاحة وخاصة بالمنطقة الشرقية الجزائر من كوناتها من الحديد الفصفات الزينك البرونز يعني كل هذا وعلى ما أظننا نتبني يعني الطروة المنجمية في الاقتصاد الجزائري هي عامل جد يعني جد نقوله وفير إذن استمعنا إلى بعض أراء المواطنين الجزائريين من ولايتي تامنا راسوة السكيكدا بخصوص أهمية استغلال باطل الأرض في قطاع المناجم أخذ منك سيد الوزير تعليق على ما سمعته من المواطنين باختصار حول أهمية أن نذهب إلى في حتى مواطن قال نذهب لاستغلال مئة في المئة لما هو موجود في باطل الأرض صحيح نشوفنا درجة تفاعل المواطنين ونسعيد كثير لهذا المستوى من التفاهم في إطار استحداث وزارة مثل هذه قائمة بالنشاط المنجمي في إطار التنويع الاقتصادي كما تفضلوا عديد من المتداخلين تحدثوا على كيفية الاستغلال في إطار التنمية الاقتصادية فهذا في إطار التنويع الاقتصادي باشرة الدولة في هذه العملية من تطوير المجال المنجمي له من فائدة هدفين أساسيين من وراء ذلك الهدف الأول هو إنشاء المواد الأولية للصناعات التحويلية وما نبقى وش نجلبوها من الخارج هذا الهدف الأساسي في خلق الثروة وخلق القيمة الإيضافية في بلادنا الهدف الثاني وكذلك مهم جدا هو خلق مناصب شغل عديدة لشبابنا في هذا المجال وفي عدة مجالات من مجال المنجمي في مجال الاستكشاف في مجال الاستغلال وفي مجال الصناعي كذلك التحويلية من بعد ذلك فهذا الهدفين الأساسيين سيعودوا بالفائدة على التطوير والتنويع الاقتصادي في بلادنا نعم إذن أعود معك سيد الوزير إلى المناجم نعود لمشروع غار جبيلات هل فيه اليوم طلبات من شركات عالمية للدخول الشركة لاستغلال غار جبيلات أكثر تفاصيل كانت موجودة طبعا نحن في غار جبيلات أنهينا الآن دفتر شروط يعني أنهينا العملية الأولية من الهدف من وراء استغلال هذا المكمن من عدة جوانب تقنية يعني كل الأمور التعاقدية لازمة أنهيناها الآن في مرحلة هذه القادمة راح ننشر هذه العملية ليجلب الشريك اللي راح نعمله معها الاستغلال وكالك تطوير المنجم في عملية تقنية كثيرة لأنه غار جبيلات يحتاج عملية ديفوسفوريزاسيون هو منجم يحتوي على الفوسفور فالآن شركات كثيرة عبر العالم طورت هذه التقنيات ونحن في اتصال معها في اتصال يعني في المراحل النهائية مراحل النهائية وشفنا كيفية تطوير وكيفية ديفوسفوريزاسيون هذا المنجم نحي منه الفوسفات ونوفره كمنجم قابل للاستعمال أفهم نكلمك أنه فيه شريك محتمل جاري التفوض معه صحيح حتى الآن ما نعطيكش الأسماء لأننا لازم نحفظ على الانتغي يعني المصلحة المصلحة الوطنية لنحصل على أحسن أحسن تقديم أحسن عرض لنقومه بالعملية ورح تقوم كما تحاهدنا أن نقوم بالإنشاء المشروع ابتداء من ثلاثة الأول 2021 وهذه كانت في الخطة الطريق إنهاء دفتر شروط مع المتعامل مع الشريك نهاية السنة هذه رانا فيها رانا في النهاية لمساة الأخيرة ونقوم إن شاء الله بوضع اللبنة الأولى لانطلاق في المشروع في شهر مارس إن شاء الله شركة من قارة أمريكا ولا من قارة أوروبا والله أنا نخلي لأننا نحن الآن عدة مرات كنا نتحثوا نتحثوا فقط نحن نبقى شماش نتحثوا نحن لازم نكونوا عمليين ولازم أنتم كإعلاميين تعاونونا في هذا المجال للمصلحة الوطنية عمل جبارة كنت قوموا به ونحن نشكركم على هذا يعني عندما تقوموا بإعطاء هذه الأهمية لهذا القطاع يزيد من جلب المستثمرين الجزائريين والأجانب نحو هذا القطاع وتعود بالفائدة على بلادنا فخليونا نخدموا بهدوء رح نوصلوا إلى تحديد الشريك القوي ذات التكنولوجية العالية وكذلك المواد المالية لتخلينا نوصلوا إلى إنجاز المشروع في أحسن الظروف لأن المشروع متعدد متعدد ما نقولش الصعوبات لكن متعدد التحديات مشروع تحديات كثيرة تحدي أول في المنجم استخلاصه كيفية تنقيته كيفية نزع هذا الفوسفور تحدي الثاني هو تحدث المكان الجغرافي التحدي الثالث هو النقل هذه المواد إلى الشمال كيفية التقنيات العالية كل هذه تحديات متوصورة في دفتر الشروط وواضعة يعني الأسس تحها بكل موضوعية وبكل طريقة تمويل المشروع رح يكون عمومي ولا رح يكون في اتفاق مع الشرك باتنين باتنين نحن المشاركة في هذا المشروع مهمة جدا لأن من وراء ذلك واحد فاصل ستة مليار طن من المخزون الموجود في تلك المنطقة ونبحث على يعني انتاج تحت 12 مليون طن سنويا فهذا يعني هدف تحدي لنوصلوا له إن شاء الله كجزيريين مع خبراء جزيريين ما فيش فكرة لمصنع بجوار غير جبيلات للفصل معادن وغيره لأنه قبل قليل قلتلي ننقل للشمال هو مركب رح يكون مركب من عدة اختصاصات في تندوف رح يكون مركب وهذا المركب يقوم بعدة مراحل لكي يوصل المعدن إلى الطريقة اللي نشتغل به في الصناعات التحويلية للحديد في غطاء مالي محدد على الأقل العملية الأولى قبل بداية الإنتاج والاستغلال هذا شوف كل هذه الأمور مدروسة ومحددة الآن لكن فيت على آوانها لأنه لأنه نتحدثوا على أمور مثل هذه ممكن ما رحش نتحصل على أحسن اللي رح نبحثوا عليها على الأقل توقعاتكم للتوظيف ليد العامل أنا قلت لك رح تفوت 3-3 عامل في إطار إنجاز المشروع تفوت 3-3 عامل لأن 3-3 عامل إلا رح نتكلمتك إلا على في المرحلة الأولى المرحلة الأولى رح يكون مرحلة ثانية وننجزوا فيها الخطة السكة الحديدية ورح ننجزوا فيها كذلك جلب الماء إلى المنطقة الطاقة إلى المنطقة كل هذا المشاريع مشروع مركب ومشروع أنتيغري سأخوشي رح متكون من عدة مشاريع اللي رح يكون إن شاء الله يوظف عدد كبير من اليد العاملة من مرتبة الدكتوراه إلى العامل العامل المتكون المؤهل فلهذا رح يوظف كثير ورح يكون إن شاء الله في منصف المنطقة رح تكون تنمية مستدامة كبيرة نعم نعود للحديث عن الذهب كانت فيه بارقة أمل لسكان الجنوب وتعرف ما يجري من النهب واستغلال غير شرعي وغير قانوني للذهب في ولاية الجنوب فيه تقدم في الموضوع لأننا تحدثنا على تعاونيات على الاستغلال الحرفي للذهب كمرحلة أولى في الجنوب في تفاصيل جديدة في تفاصيل في هذا الموضوع في شهر سبتمبر الماضي أول سبتمبر وضعنا دفتر شروط لهذه العملية لاستغلال الحرفي للذهب في منطقة التفاصيل والهوغار كمرحلة أولى يعني في تامنراست وإليزي ورح تشمل هذه العملية الولايات الأخرى مثل تندوف وأدرار في أقرب الأجل احنا حضرنا الآن المساحات بالنسبة لتندوف وأدرار ورح ننطلق فيها كذلك لكن بالنسبة للانطلاق الأولى اللي كانت في تامنراست وإليزي حضرنا حوالي مئة وثمانية وسبعين محيط لاستغلال الحرفي للذهب يعني ثمانية وثمانية وسبعين مئة وثمانية وسبعين تعاونية أو مؤسسة مصغرة رح تقوم بالاستغلال في ذلك المحيط فلحد الآن عملنا العملية مع السلطات المحلية الولايات تامنراست وولايات إليزي أشرفوا على هذه العملية معنا ومشكورين كثير على هذه العملية السرعة التي قمنا بها مع بعض في التعاون الحكومي ما بين وزارات عديدة وزارة المناجم وزارة المنتدى بلد وزير الأول للمؤسسات المصغرة وزارة كذلك البيئة ووزارة التكوين المهني لأننا رح نرجع للدورة الهام لتأهيل الشباب هذا لاستعمال الأنجع في استغلال الحراف لذهب وكذلك وزارة داخلية ووزارة الدفاع فكل هذه الوزارات عملوا بعملية منظمة خلتنا نوصلوا لهذه النتيجة الآن وصلنا إلى إنشاء مؤسسات رانا بالتدريج رانا الآن في دراسة ملفات النهائية ورح يكون المؤسسات نوضعها في الأيام القليلة القادمة نوضعها في الميدان نعم بالحديث عن الشباب لأنه ربما الجزيرين ما فهموش كثير لما تقول الشباب يكون هو ليستغل هذه المحيطات تعد ذهب في شروط معينة لهؤلاء لازم يكونوا جميعي لازم يكونوا متخرجين من تخصصات معينة من جيولوجيا أم غيروا أم راكم تحاولوا تسيروا ظروف المنطقة الأمنية وغيرها من ناس اللي كانت ربما تستغل في وقت سابق لبعض المناطق في الجنوب هذا هو الهدف الرئيسي أولا هو إعطاء الفرصة للشباب لكي نعطوهم فرصة عمل لأن إنشاء مؤسسة مصغرة أو تعاونية هي تمكين الشباب من العملية هذه هي فرصة عمل كذلك فرصة عمل كبيرة لأنها تتخلي في محيط محيط ماء مجموعة من الشباب يتكونوا في شركة ومؤسسة أو تعاونية لاستغلال الحرف للذهب كيف تكون العملية الشباب مدعوون في هذه العملية حسب الدفتر الشروط يكونوا شباب متكون من موضعنا الشروط معينة وخلينا الشباب يكونوا يعني المجموعة حسب كمية كمية يشوفوها مناسبة لهم وطلبنا منهم جعل يعني تقنيين في المناجم ومهندسين معهم في التشكيلة طلبنا منهم لكن مرجعناها شرط أساسي طلبنا منهم لأننا رحنا للمنطقة تامنا راصد ورحنا الولايات إليزي وتحدثنا مباشرة على الشباب وعطيناهم الصورة الأولية للعملية وكيفية رح ننجح فيها يعني كيف رح ننجح أنفسنا نطلب من الشباب هو جمع جمع هذا المناجم لمشكلة فيها الذهب الأحجار ويجيبوها إلى مصرف مصرف الذهب لكونت واردولور اللي هو تابع للشركة الوطنية للذهب لينو هي اللي تقوم بتصفية الذهب وتشكيل لينغو دور نعم نأكد معي المستحقات المالية الشاب يخذها مباشرة أني وصل لها فهذه العملية في المصرف الذهبي عندما الشاب يجيبنا المناجم يعني يجيبنا هذه الأحجار اللي فيها الذهب حسب التنور كل كين عندما نديروا التحاليل للعملية نديروا لها ونرجعوها يعني كالتراب يكون عنا المناجم دور هذا المناجم دور راح نعرف التنور تعو ونعطي القيمة المالية مباشرة لهذا الشركة تاعة الشبانية اللي جيبناها اللومينغي ورح ياخذوا فلوسهم مباشرة عند تسليم اللومينغي ومن بعد تقوم لينور بتشكيل لولينغو وطلبنا في دفتر شروط أن الشباب ما يستعملوش المواد الكيميائية الخاطئ هذا الشرط أساسي باختصار شديد سيد الوزير اليوم اينور تقريبا 58 كيلوغرام من ذهب سنوية توقعاتكم لهذا النشاط الحرفي مش حال تتوقعوا أنكم سنويا تحصلوا من النشاط الحرفي واحد احنا في الهدف الأول اللي درنا في السنة الأولى 2021 يعني لازم نتحصل على 240 كيلوغرام من الذهب قلنا لازم حسب العدد اللي وضعناه والعملية الأولية باش نرافقوا شبابنا ونعطوهم الفرصة لكي يتأقلموا مع هذه العملية الجديدة نوصلوا إلى من 58 كيلوغرام نوصلوا إلى 240 كيلوغرام لكن أهدافنا أكثر من هذا لأننا نعرف احنا التونغ الموجودة في المنطقة ونعرف الاحتياطات ونعرف الامكانيات الضخمة الموجودة نعم سي الوزير قانون المناجم أين وصل الإعداد لهذا القانون باختصار طبعا هو كما قلت لك اللغة الأولى من خطة الطريق اللي وضعناها هي القانون المناجم القانون 14.05 لحد الآن هو قانون يعيق شوية الانطلاقة هذه التصور الجديد للحكومة حكومة وضعت برنامج عمل محدد في الزمن وتعاهدنا عليه مع وزير الأول للقيام به من القريب العاجل يعني وحتى المتوسط المدى اللي هو لغاية 2023 فلازم لازم علينا كم عندنا ما شفنا أن الخلل وينرا وينرا والخلل في القانون الآن أنه المجال المنجمي غير مفتوح لازمنا نفتح المجال المنجمي للاستثمارات الجزائرية وكذلك الأجنبية لازم نفتح المجال المنجمي وكيف نفتح المنجمي مع هذا القانون لنعطيك بعض البنود وهو مش بنود لأنه العائق الرئيسي أننا في هذا القانون عندما نعطي نمد البرمي الرخصة الاستغلال لأنه كانت رخصة الاستكشاف البرمي 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 يروح يدير دراسة للموقع للمكمن يجيبنا الدراسة ومن بعد واش نقول له نقول له برك الله فيك على الدراسة شكرا دراسة جيدة لأننا خبراء ممكن يشوفوا هذه الدراسة ومن بعد نقول له تعالى المرحلة الجاية شارك في المناقصة روح شارك في المناقصة لأن هذه الدراسة وبتالي الاستكشاف لا يعني الاستغلال لا يعني الاستغلال وهذا يعيق كثير المستثمرين يجو يديروا مجهودات كثيرة في الاستكشاف والبحث وكذا مدة زمنية فوق سنتين بعد عندما يجي للاستغلال نقول له لا لازم تجي نحن لازم نلقى سلسلة استمرارية نلقى سلسلة الاستمرارية مقننة لكي نواصل العملية من الاستكشاف الى الاستغلال ونفتح المجال المنجمي لعدة مواد مثل النقطة الثانية المواد كل المواد كل المواد المعدنية الجزائرية مصنفة استراتيجية واش معنتها معنتها عندما نبعث الاستغلال باش نديروا الاستغلال المكامن لازم مشاركة مؤسسة وطنية يعني حتمية فهذا يعيق كذلك يعيق يعني غير ما ممكن راح نواصلوا بهذه العملية فيه امور بسيطة ممكن نفتحها ونخلي نخلي بعض المعادن الاستراتيجية لأكيد استراتيجية نخليها في المجال الاستراتيجي متى كنا سيد الوزير قانون المناجم جاهز هو مدى منتهية والان عبر كل راي نشرت عبر كل الوزارات لابداء رأيها لاننا نتعامل كثير مع وزارات اخرى واحنا ان شاء الله في قريب العاجل راح يكون ان شاء الله في الميدان هذا القانون مش القانون احنا ما نتكلمش على قانون جديد احنا نتكلمش على تحيين القانون يعني القانون بعض العوائق بعض الامور لتعيق لهذا النشاط المنجمي راح نخليها اكثر مرونة لجلب الاستثمار مش قانون جديد لكنه قانون محين وقانون يعني يعني يتماشى مع الخطة اللي وضعناها لتطويل مجال المنجمي نعم وزير المناجم سيد محمد عرقاب نتحدث ايضا على المحاجر المنتشرة عبر الوطن نشوف كثير من المشاكل خصوصا مع المواطنين عندكم عدد واضح ونهائل عدد المحاجر بالوطن حقيقة احصينا عدد هائل من المحاجر والمرامل الموجودة على القطر الوطني اللي عندها ترخيصات من الوكادنة الوطنية النشاطة من جميع او ترخيص من الولاية من عدة ولاية فالعدد الإجمالي بالتدقيق 1873 ما بين محجرة 1873 ما بين محجرة ومرملة يعني عادة ضخم كبير كبير هائل وفي بعض الأحيان بطرق عشوائية يعني سلمت في عادة نظر في عادة نظر ودرنا اجتماعات كثيرة وتنسقنا مع وزارة البيئة لأن الوزارة البيئة اختارتنا عدة مرات بتقارير وكذلك ما تقارير يعني مدققة نحو على عدم الاحترام الاحترام تطبيقات الاحترام البيئة بالنسبة لهذا المحاجر وعمل مدقق الآن مع وزارة البيئة لكي نقصق امور نعود ننظم هذه الامور نطلب من اصحاب المحاجر بالتقيد بالقوانين وكذلك المقييس العالمية والدولية في هذا المجال وكذلك اذا استلزم الامر غلق المحاجر اللي هي غير غير مطابقة للمقييس والمعايير وتنظيم هذا المحاجر حسب الحاجيات الآن حسب الطلب لانا ما بقاش نعطيه في محاجر محاجر لكي نوصلوا في هذه العملية اللي غير م يعني التركيبة تحها الآن عبر التراب الوطني غير غير متوازنة ربما نعم اخر سؤال في هذا المحور فيه نية لتعزيز حماية العمال عمال المناجم والمحاجر في المستقبل في المحور الرابع من خطة الطريق وضعنا العنصر البشري من مؤهلات من تكوين تكوين تكنولوجي الحديث التكوين حسب الاستعمال التكنولوجية الحديثة وكذلك حماية العمال والعامل في المناجم في إطار هذا التكوين وكذلك في إطار استعمال التكنولوجية الحديثة في استخراج المعادل والتكوين يكون إلزامي للشركات العمومية والخاصة إلزامي ووضعنا كذلك مع وزارة التكوين المهني عملية جديدة كما طلقت عليها سيدة الوزيرة فكرة جيدة هي فكرة التأهيل العامل الموجود الآن في المؤسسة نعود أن نرجعه للتأهيل لتأهيل المهني من عدة جوانب والسلامة جانب مهم من هذا التأهيل نعم ما بقناش وقت كثير نمر إلى فقرة الكلمة للطالب أهلا بكم مجددا إذن وصلنا إلى آخر فقرة وهي فقرة الكلمة للطالب كما ذكرت في البداية معنا طلب من كلية علوم الأرض بجامعة هوريب ومدين العلوم والتكنولوجيا سؤال لكل طالب معنا طالبة حموشان مريم طالب أيوب فانسا وطالب أيضا زوعب المالك كريم تفضلي طالبة مريم طرحي سؤالك على سيد الوزير شكرا شكرا للموزير سيد الوزير ذكرت في المحور الرابع أن هناك فرص عمل وتطوير البشرية هل هناك فرص عمل لتخصصات أخرى بالمجال الجيوروجي كجيوتقني جيوتكتوني في هذا المجال تعاونا مع جيوروجي في مجال البعدني نعم خلينا استمع الأسئلة في ثلاثة ثم يجيب سيد الوزير شكرا شكرا لسيد الوزير بما أن تحديد هذا المجال هي وصية من وصايا رئيس الجمهورية وهي مهمتكم الأولى طبعا وعلما أن استعمال الذكاء الاصطناعي هو قفزة نوعية في كل المجالات في عصرنا هذا وهو الحال في مجالنا خاصة في مجال التنقيب والاستكشاف والبحث عن المعادن بصفة عامة أو الأتربة النادرة بصفة خاصة ما هي تطلعاتكم سيد الوزير بالنسبة للطلبة والدكاتير الباحثين في المجال والمهتمين بالشروع في استعمال هذه الطريقة في التنقيب عن المعادن في الجزائر علما أن الشركات الرائدة في المجال على المستوى العالمي تعد على الأصابع في أختنا هذا نعم نستمع لسؤال ثالث مع طالب أيوت فضل بالله الصلاة والسلام ورسول الله نشكل قناة الشرق على هذه الالتفاة سيد الوزير سؤالي عن موضوع أثار جدا في الشهر الماضية عن مصطلح بي جيو حيث خرج لنا أحد العلماء قال أن الصحراء الجزائرية تزخر بثراء عجيب لهذه العناصر حيث قالوا انتقلوا من تونر من بي بيام إلى النسبة المئوية فنرجو منكم توضيحا لهذه المسألة نعم تفضل سيد الوزير باختصار لو سمحت تحب تبدأ من سؤال الأول تحدثت على فرص العمل وتخصصات أخرى في الجيولوجيا هل مستهدفين مثل هكذا؟ بالنسبة لهذا السؤال والسؤال الوجيه جدا الهدف الذي نصبه إليه كما قلت لكم الهدف الأول هو بكيد ثروات طبيعية ثروات معدنية توفيرها لصناعات تحويلية لكن الهدف الأسمى كذلك هو خلق مناصب شغل خلق مناصب شغل جديدة من الجيولوجيا من الاستكشاف من مرحلة البحث من مرحلة تطوير في المخابر كذلك فراح يكون توفير مناصب شغل عديدة في هذه المرحلة لأننا نحتاج كثير باحثين في ميدان الجيولوجيا من مهندسين من دكاترة من تقنيين في هذا المجال لتحديث مكام جديدة لأن الجزائر عندنا مؤشرات نعطيك الدراسة التي قامت بها الوكالة وكالة الجيولوجيا تلقي مؤشرات كثيرة لكن هذه المؤشرات يعني ليزنديس لازم أن نرجعهم إلى مكامن باش هذا ليزنديس نرجعهم إلى مكامن تمر بمراحل كثيرة عبر استعمال تكنولوجية حديثة في المخابر في البحث في التدقيق في العينات وهذه راح تخلي عبر التراب الوطني لأن الخميس الماضي وقعنا على 26 مشروع في 17 ولاية جامعات كثيرة راح تشاركنا في هذه العملية وكذلك نحتاج لمهندسين كثيرين وفي مجال الجيولوجيا وتقنيين لكي يبشروا في الميدان في المناطق المحددة في هذه المؤشرات من معادن ذمينة معادن متعددة للصناعات التحويلية الجزائرية ما فيش نية لشراكة في توظيف مباشر الطلبة للمتخرجين من الجامعة مع وزارة تعليم علي احنا تكلمنا مع وزير التعليم العالي ووضعنا إطار في هذا المجال في التعاون في كل هذه النقاط ومن بينها التعاون المباشر فيما يخص سؤال حول الذكاء الاصطناعي والتنقيب والاستكشاف عن المعادن وأتربة نادرة صحيح بالنسبة للتكنولوجيات كاتب وانزيغو اللي راح تكون من بعد بعد الاستحداث والتوفير هذه المعادن لكن كما تفضلتم صحيح سؤالكم في الصميم أننا الاستعمال التكنولوجيات الحديثة لازم في مرحلات الاستكشاف كذلك إلى مرحلة الاستغلال احنا عندما تشوف الآن الاستغلال بتاعنا في المناجم بتاعنا ما زالت بطريقة يعني تقليدية ضعيفة بالنسبة للتكنولوجيات الحديثة احنا لازم نمره بسرعة للتكنولوجيات الحديثة الاستعمال تقنيات الجديدة استعمال الروبوتيك استعمال كل وسائل المتاحة الآن للنجاعة الاقتصادية لأننا نبحث على نجاعة الاقتصادية في كل المراحل من الاستكشاف إلى التطوير إلى الاستغلال سؤال الثالثة فيما يخص البيجو سحراء الجزائرية سؤال الطالبة سحراءنا تسخر بثروات عديدة ومتنوعة وأنا أشكرك على هذا السؤال لأنه في صاميم الأعمال اللي رانا نقوم بها الآن كل الخبراء الجزائريين لأننا للآن الحمد لله الجزائر عندها خبراء بدرجة عالية من التمكن في هذا الميدان كل الخبراء الجزائريين الموجودين معنا هنا في الجزائر أو اللي عندنا افتصال تحهم في الخارج عندهم بيانات مدققة حول المؤشرات الموجودة يعني لزندس الموجودة عبر كل التراب الوطني من الشمال غضب العليا إلى الجنوب وجنوبنا يعني يسخر بثروات كثيرة العملية اللي رانا قايمين بها احنا في هذه السبع عشر ولاية اللي حددناها بالنسبة للاكتشاف والبحث المنجامي كل ولاية الجنوب معنية كلها معنية كلها كلها معنية وكلها رأى عندها أكثر من ثلاثة مشاريع بالنسبة للمعادن هذه المعادن النادرة فبالنسبة لهذا السؤال تعك هو من هدف اللي نبحته عليه تطوير هذا المعادن بتكنولوجيات حديثة باستعمال شاركة كذلك بالنسبة لهذا التكنولوجيات ونعود لأهم نقطة وضعناها كذلك وهذه أخر نقطة يوم السبت الماضي مع وزارة المواصلات والبريد والمواصلات هي تغطية تغطية كل هذه المناطق بالشبكة لكي نحتاجها للتواصل مباشرة من المؤشر إلى عدة مخابر في العبراتوراب الوطني من وزارة تعليم العلي لنتبادل هذه الخبرات ونكونوا عمليين كثير لنوصلوا إلى الهدف اللي استرناها إن شاء الله الوقت انتهى وقت البرنامج سيد وزير المناجب محمد عرقاب شكرا جزيلا لك على الحضور معنا في برنامج اقتصاد البلاد في عدد الثاني شكر موصول أيضا لطلبتنا طلبت كلية علوم الأرض بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب زوار بالعاصمة المشاركة معنا فرصة لاحقة بحول الله تعالى شكر موصول لكم أيضا مشاهدية لفضل في كل مكان تقبلوا تحيات شمس الدين عسي في الإعداد والإشراف العام ألقاكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته